لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ضرب وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقروا أبنى الله تهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمه ثم اتقذوا العجل من بعد ما جاءتهم البجنات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الماء سجدا وقلنا لهم لا تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السدف وأخذنا منهم ميثاق غليوا فبما نقضر ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما أصددوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباعوا وما قتلوه يقينا بل رفعب الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حررنا عليهم طيبات أحلت لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا وأقضهم الربا وقد نفوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراشقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباط وعيسى وأيوب واليونس وهارون وسليمان وآتينا دابوذ زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى فكليما رسلا مبشرين وناظرين لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وضلبوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكرمته ألقوها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن فهو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويسيبهم من قبله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم يغادوا بالله ورجا ولا نصير يا أيها الناس طد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصوا به فسيدخلهم في رحمة وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الدلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخر فلها نشخ ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهمت سلسان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فلذكر مثل حو الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم أعو بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهينة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ويرم حل الصير وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبثغون فضلا من ربهم وردوانا وإلى حللكم فاصطابوا ولا يجرمنكم شمال قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البذ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حلمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تقشوهم وشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مغمصة ويرم تجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمكم من الجوارح مكلبين تعلنونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذفوشنا الله عليه واتقوا الله إن الله سبيع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصلات من المؤمنات والمحصلات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متقذي أخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملهم وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم إلى الصلاة فاوصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى القعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مضاءوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتينموا صعيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتن نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين لله شهداء بالقسق ولا يجري من لكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يرشطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقلتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزلتمهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما أكفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فلما نقضي ميثاقهم لعناهم وتعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العباوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبير لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله مور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى المور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يذلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ومن الله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال نوسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ دعل فيكم أنبياء ودعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جباري وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أمعن الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أهلك إلا نفسي وأخيه ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتنوا عليهم بأبني آدم بالحق إذ طلبا قضبانا فتطبل من أحدنا ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إننا يتقبل الله من المتقين لإن بصفت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله برب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وللك جزاء الظالمين فقلعد له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأننا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لنسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم قزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق ما السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فما تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يطوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء هو الله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسالعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تب من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تبلك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصحب فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضلوك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونو يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفار طلة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسا لمريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وابدا وموعبة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك من الحق لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم نتا واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرا إن الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يثبوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبرون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أجه الذين آمنوا لا تتقظوا اليموب والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فأرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسضوا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبط أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أجه الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون بوء ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليجهم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الوالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا نابيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ودعا منهم القربة والخنازير وعبد الطابور أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر ومن قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعبوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربان الجن والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك كغلانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفضنا عنهم سيئاتهم ولأدخل لهم جنات نعيم ولو أنهم أقاموا الثورة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا الثورة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصارئون والنصار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا طوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا وكذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بالنبيب وقال المسيح يا بني إسرائيل اعلموا الله ربي وربكم إنه من يشير بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ياتهوا عما يطولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يطورون إلى الله ويستغفرونه والله رفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم نظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهلا الكتاب لا تغلوا في دينكم ويرى الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسراطين على لسان دامود وعيسى بن مريم ذلك بما عصا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلو لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاعة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأنهم هم قصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون